كيف حالكم يا حلوين وأهلا بكم في فيديو جديد في الفيديو هذا جمعت لك كل المعلومات المحتاجة تعرفيها عن الدرما بان لأنها تعتبر تقنية حديثة حبيباتي اللي يعرفوني ومتابعيني في القناة أهلا بكم مرة تانية واللي ما تعرفنيش وأول مرة تشوفني أنا اسمي نوه كريم تكوني من متابعيني وتشتركي في قناتي هيتولنا بدء الفيديو الدرما بانشن الدير هي الدير تجديد لي خلايا البشرة بمعنى إنها بتحفز إنتاج الكولوجين اللي بيساعد إنها تكون شكل البشرة صحي وزي ما تقول هيك يكون شكلها نظر شنه دواعي استخدامها يعني إيه شنه المشكلة اللي ممكن كون نعاني منها تحتاج استخدام الديرما بان عندك مثلا حب الشباب الندبات اللي تسببها حب الشباب ثاني حاجة التجعيد لكن التجعيد أنا نتكلم هني الخطوط الرفيعة مش التجعيد الهلبة واضحة باستعمال الديرما بان ممكن يخفف التجعيد لكن مش يحولها نهائي خلونا وقعيني ثالث حاجة ممكن يستخدم لعلاجة التصبغات يعني كان عندك كلف فيه ناس يستخدموا فيه في علاج الهالات السودا عندنا حتى السيرولايت أو الستريتش مارت وآخر حاجة المسام الواسعة يعني فيه ناس عندهم مسام واسعة الديرما بان تساعد إن هي تقلل المسام هاتي أو تقلل حجم المسام أوكي باي شنه هي الديرما بان أصلا تعال نوريك شكلها عن قره موسيقى 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 لا عادة بعد الجلسة بفترة بسيطة يعني تاني يوم مش هتلاقي الجروح هادة ولا فيه دم ولا فيه اي حاجة لكن المفروض تعرفيها قبل الجلسة انه يجب ان تهتمي انك ما تكونيش يكون بشرتك نظيفة ما تحطيش ميك اوب بوكر قبل الساشن ممنوع ولازم كان انت حاسة ان بشرتك تحتاج المفروض ان الدكتورة قبل ما تديلك الساشن تتأكد ان بشرتك نظيفة فتنظف البشرتك تنظيف بسيط قبل ما تبدأ الساشن بشرة مش نظيفة ممكن تديلك التهابات فلازم تتأكدي اول حاجة ان بشرتك نظيفة ثاني حاجة حاجة مهمة هالبة ان هذه الابرة هي استعمال شخصي ليك يعني درما بان الهد بتاحها هذا استعمال شخصي ليك لازم تتأكدي ان الدكتورة تفتحها جدامك وبعد ما تكمل الجلسة خديها معاك الحوض حاجة فيه ناس عندهم بشرتهم حساسة زيادة عن لزوم او ما يتحملوش القلم فلاش تعد بروحك اصب من الدكتورة تحط لك مخدر موضعي كريم قبل الجلسة عندك مناسبة او عندك اي حاجة الدرما بان لانها بتسبب جروح ممكن في بعض الحالات تحس ان وجهك يعني ولا منفوخ شوية فكان عندك مناسبة او اي حاجة يريهاش قبل المناسبة فترة كثيرة لازم يعني اجليه نبدو في الجلسة الجلسة عبارة عن شيني وكم جلسة نحتاج شوفي بتعتمد علي التشخيص الحالة متاعك من الدكتور والسبب اللي انتي جاية يعني طبعا ترخل الجلد او مثلا هادي كيس غير ان انتي تجيه مثلا عندك لدوب بسيطة او عندك مسام واسع كل كيس تختلف عدد الجلسات المطلوبة لكن هو الطبيعي انه هو بتنقسم الجلسات من ثلاثة لست جلسات مش اكتر من هيك ممكن اقل يعني فيه ناس تبي بس نظارة بسيطة للبشرة ما تبيش جلسات هلبة فممكن من جلسة واحدة تكون بالنسبة لك كافية ما تبيش اكتر من هيك بين الجلسة والجلسة عادة يكون لفترة شين من اربعة لست اسابيع وديري في بالك ان بعد ما ديري ساشن الدرما بان ممنوع تستعمل الميكوب لفونديشن لكونسيلر لا اي حاجة بشرتك تقعد بالسان بلاك وخلاص تمام والحلوين اللي بشرتها محساسة وخايفين من الالم نبقي نقول لك ان الالم محدود لاش لان الابر هادي بتدير جروح في الطبقة الخارجية من الجلد مش هتكون داخل الجلد هلبة فيعتبر المحدود يعني ما تخفيش اوكي في ممكن الدكتورة تقول لك ان انا بنحط مثلا فيتامز او هيرونانيك اسد مع الجلسة وهذا في دكاترة هلبة يديروا فيها باش يدير لك يعني زي احسن نتيجة للجلسة وهذا اي حاجة صراحة يعني نحس فيها مهمة الى حد ما فانتي اسألي الدكتورة كيف هو المناسب لبجتك والحالة متاعك جبل ما تبدي الساشن يعني شوفي افكار الدكتورة شو بتعطيك وانتي قارن وايكي نكونوا كملنا الفيديو بتاع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم كان عجبكم وتنسوشوا لايك ان سبسكرايب وان شاء الله يتلاقوا في فيديو جديد باي باي